تتصاعد الحرب في أوكرانيا يوما بعد يوم ومعها تزداد الضغوط الغربية لعزل روسيا دوليا بولندا اقترحت على المسؤولين الأميركيين السبعاد روسيا من مجموعة العشرين اقتراح تلقى ردود فعل إيجابية من واشنطن اجتماعات أوروبية أميركية انتهت بالاتفاق على العمل لفرض مزيد من العقوبات لعزل روسيا عن المنظمات الدولية رد عليها مندوب روسيا في الأمم المتحدة بأن أي محاولة باستبعاد بلاده من العضوية الدائمة لمجلس الأمن غير واقعية وتتحرك روسيا بشكل مسبق للخروج من منظمة التجارة العالمية حيث قدم نواب في مجلس الدوم الروسي مشروع قانون لمناقشة مسألة خروج موسكو منها تطورات متسارعة تضرب علاقات روسيا بالمنظمات الدولية كافة فقبل أيام قليلة أعلن مجلس أوروبا تعليق المشاركة الروسية في مختلف هيئاته باستثناء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئتها القضائية بعيد الحرب في أوكرانيا الأمر الذي أجبر روسيا على انسحابها من المجلس بعد ربع قرن بين جدرانه موسكو لم تكتفي بذلك بل اتهمت الغرب باستخدام موضوع حقوق الإنسان كسلاح لتنفيذ مصالحه السياسية روسيا اليوم معزولة جوا واقتصادا ورياضة واعلاما والعمل جار من قبل الغرب لنزع عضويتها من المنظمات الدولية وهنا كانت الصين حذرت من محاصرة دولة نووية مثل روسيا وقالت إنها ستترك آثارا مروعة على العالم ترجمة نانسي قنقر